وعليه احنا بنحاول قدر لاستطاعها نجيب لك كل شيء ممكن يكون بيجول في بالك اي شيء حاجات ممكن تبقى في السياسة انا عارف انك بتتكلم فيها لازم تيجي لحد حضرتك حاجات متعلقة بالعيشة والعيش وبالاكل وبالشرب وبأكلنا والشربنا ولقمة عيشنا لازم اجيبها لك حاجات متعلقة بالأوضاع الدولية وعلاقة مصر بيها لازم اجيبها لك حاجات متعلقة بسد النهضة لازم اقول لك طيب اللي حصل هو الاتي كان فيه الاجتماع اسمه الاجتماع الرابع وبالمناسبة ده الاجتماع الاخير من مفاوضات او مصر مفاوضات سد النهضة اللي حصل هو الاتي انتهت الاجتماعات دون الوصول لاي نتيجة وزير الرأي قال ايه؟ قال ان اثيوبيا تاني ركز معي وزير الرأي بجمهورية مصر العربية قال ايه؟ قال اثيوبيا مستمرة في الرفض بالاخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية والوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول التلاتة الدول التلاتة هنا يا سادة هي اثيوبيا والسودان ومصر طيب بيكمل وزير الرأي بيقول اثيوبيا تستغل الغطاء التفاوضي لتكريس الامر الواقع على الارض والحصول على موافقة بالتحكم في النيل الازراء الله الله طيب اكمل لك وزير الرأي بيقول ايه؟ مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن امنها المائي وهنا تنتهي تصريحات وزير الرأي بعد انتهاء الاجتماع الرابع او الجولة الرابعة من مصار مفاوضات سد النهضة مش هقولك وهنا اسكت قليلا وهنا اسكت كثيرا واراقب عن كثب بصفة الصحفية